بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة آية استوقفتني موضوعنا اليوم حول الرضا الرضا أيها الأحبة هو السبيل الوحيد لعلاج مشاكل العصر وهموم العصر وكل ما يعاني منه المجتمع اليوم نحن الآن في أزمات نفسية كثيرة جدا نتعرض لها لا نشعر بالسعادة لا نشعر بالارتياح انظروا أيها الأحبة القرآن لا يتحدث عن السعادة في الدنيا السعادة الحقيقية في الآخرة ولكن في الدنيا يتحدث القرآن عن الرضا أن ترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى أربع كلمات أيها الأحبة ولكن هذه الكلمات الأربعة كانت علاجا وشفاء ومواساة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه سورة اسمها سورة الضحى وعد الله عز وجل حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يرضيه يعطيه حتى يرضى طيب نحن الآن أيها الأحبة أنا أعرف أشخاص معهم الملايين ولكن غير راضي عن حياتي من مبسوط غير مقتنع بحياتي يلهث وراء المال أكثر لا يشعر بالسعادة لماذا؟ لأن الرضا أيها الأحبة الرضا الذي تشعر فيه ينبغي أن يكون من الله عز وجل وليس من الناس لأن رضا الناس غاية لا تدرك ومن أرضى الناس بغضب الله خسر الناس وخسر الله سبحانه وتعالى وخسر نفسه أيضا بينما من كان حريصا على رضا الله ثق تماما حتى لو غضب الناس منه سيكون راضيا عن نفسه وسيكون راضيا عن حياته لذلك أحبتي في الله سورة الضحى سورة عظيمة أنا بالنسبة لي أعتبرها علاجا وشفاءا لأمراض العصر انظروا أيها الأحبة بدأت هذه السورة بقسم عظيم والضحى إشارة إلى الشمس والليل إذا سجى إشارة إلى الليل إذا خيم وضرورة هذا الليل لنا لأن معظم المخاوف تنشأ في الليل معظم نوبات الاكتئاب وحالات الاكتئاب والحزن تكون في الليل فكأن الله يريد أن يقول لك إذا أردت أن تعيش حياة الرضا في النهار أي في الضحى وفي الليل فينبغي أن تقوم بأعمال محددة حتى يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى خيم على الأرض ما ودعك ربك وما قال أيها الأحبة نحن كثيرا كنا نعتقد أن هذه الآية هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولكن حقيقة أنا بالنسبة لي بعد تدبر عميق في آيات القرآن أدركت حقيقة أن الآيات التي خاطبة البارئ عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منها البشر نحن يعني ليست آيات خاصة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أيضا فيها تعليم لنا فيها شفاء لنا فيها أسلوب حياة لنا نحن يعني أيها الإنسان كما أن هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لم ينسه الله أبدا ما ودعك ربك وما قال لم يهجره لم ينساه لم يتركه كذلك يجب أن تعتقد وتستيقن أن الله لن يتركك ولكن بشرط أن تكون مع الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إذن الرضا أيها الأحبة ينبغي أن يبدأ بيقين أن الآخرة خير من الأولى يعني أنا مثلا أريد أن أرضى عن حياتي إذا لم يكن لدي إيمان بالآخرة لن أرضى عن هذه الحياة لذلك نجد الملحدين وغير المسلمين بشكل عام والبعيدين عن الإسلام مسلم بالهوية فقط كل هؤلاء جرفتهم الحياة الدنيا عندما تسأل أحدهم يقول لك أنا غير راضي عن حياتي غير مسرور لدي هموم لدي مشاكل لأنه فقد اليقين بالآخرة وللآخرة خير لك من الأولى كأن الآخرة والإيمان بالآخرة واليقين بالآخرة هو مقدمة للرضا الذي ستحصل عليه في الدنيا فإذا لم تؤمن بالآخرة ستبقى تعيساً لماذا أيها الأحبة؟ أنا عندما أؤمن أنه في أي لحظة سأموت وسألقى الله عز وجل وسأقف بين يدي الله إما إلى الجنة أو إلى النار عندما استيقم بهذا الأمر أي مشكلة تصادفني تصبح تافهة أمام هذا الأمر يعني أعلى شيء يمكن أن يتخيله الإنسان هو الموت الموت هو أقصى شيء يخاف منه الإنسان فما دمت أدركت أنني سأموت يقيناً وألقى الله وآمنت بالآخرة وأن الله لا يضيع أجر المحسنين إذن لابد أن تهون علي مصائب الدنيا مهما كانت لأن أي مشكلة ما دمت أنت على قيد الحياة يمكن علاجها مهما كانت صعبة سواء تتعلق بالرزق بالأولاد بالظلم بمشاكل اجتماعية نفسية دراسية علمية عملية في العمل في الكذا في الشارع كله يمكن علاجه لكن الموت بعد الموت توقف العمل لا تستطيع أن تعمل لا تستطيع أن تفعل أي شيء لذلك أقصى شيء يخاف منه الإنسان هو الموت فإذا استيقن أنه سيموت تهون مصائب الدنيا ويبدأ بالإحساس بالرضا ولا الآخرة أي الآخرة والجنة ونعيمها خير لك من الأولى أي من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى وهنا بدأ المولى عز وجل يذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى وهنا يجب أن نتوقف مع أنفسنا أحبة في الله يعني أنا عندما أرى هذا الخالق العظيم يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى طيب الذي أغنى النبي أيعجز أن يغنيني الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز هذا الإله العظيم أن يهديني وهو خلقني الذي خلقني فهو يهدين كما قال سيد إبراهيم طيب لماذا يذكر الله حبيبه بهذه النعم لنتعلم أن نتذكر نعم الله علينا لنرضى أنت إذا لم تستشعر نعمة الله لن ترضى كثير مننا لديه صحة وقوة وبصر وسمع ويأكل ويشرب ويتحرك ومستلزماته كاملة متوفرة على الرغم من ذلك لا يشعر بهذه النعم تسأله يقول لك أحيانا نعيش من قلة الموت أحيانا يقول لك ماشي الحال يعني حتى كلمة الحمد لله لا تخرج من قلبه طيب ما الذي حدث أيها الأحبة الذي حدث أننا لا نشعر بنعم الله علينا أعظم نعم نعمة الإيمان أن تؤمن بالله أن الله خلقك مسلما خلقك مؤمنا به سبحانه وتعالى أراح دماغك من اضطرابات الملحدين الملحد اليوم أيها الأحبة إذا دخلت إلى دماغ ملحد تجده مليء بالاضطرابات والتساؤلات و يعني كيف سأموت كيف كذا كيف كذا من أين جاءت الكائن وتجده مضطربا هكذا وهناك دراسات علمية تثبت ذلك أحبتي في الله فلذلك نعمة الإيمان ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا تذكر عندما هداك الله أن هذه نعمة ووجدك عائلا فأغنى وجدك محتاجا وجدك أن كان يتيما صلى الله عليه وسلم الذي رباه هو الله عز وجل كان يتيما الله هو الذي رباه وعلمه وهداه وأغنى وجعله سيد البشر هذا الإله العظيم لا يعجز والله أيها الأحبة أن يهديني ويهديك يرزقني ويرزقك يعطيني ويعطيك يصرف عني الهم ويصرف عنك هذه الهموم لذلك أيها الأحبة هذه السورة أنا أسميها سورة أثق بالله استعينوا بها لعلاج مشاكلكم وأحزانكم العلاج بسورة الضحى كل يوم على الأقل اقرأها مرة على الأقل ودائما ركز على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وتذكر أن الله يخاطبك أنت شخصيا بهذه الآية ويقول لك ولسوف يعطيك ربك فترضى ستشعر بإحساس عظيم جدا أن الله يخاطبني من أنا خالق عظيم يخاطب هذا العبد التافه من أنا فأنت عندما تتخيل أن الله يخاطبك ويقول لك ولسوف يعطيك ربك فترضى وتتذكر أن هذه الآية أنزلت على النبي الكريم كان يتيما وكان ضعيفا وكان مطاردا وأرادوا قتله وتآمروا عليه وأذوه واستهزأوا به على الرغم من ذلك رفعه الله سبحانه وتعالى كل الظروف التي مر بها النبي لم يؤذى شخص في التاريخ كما أذي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بلاءا هو النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من ذلك صبر حتى نال رضى الله فنحن عندما نقرأ هذه الآية ينبغي أن نتذكر أن الله كما خاطب حبيبه بها أيضا هذه الآية هي خطاب لنا ولكل مؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي بهذا النبي ونصبر عسى أن يرضينا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخر نسأل الله عز وجل أن يرضينا وإياكم بما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته